اشتركوا في القناة اول تمرين عندي اللي هو ينطيكم اسم ويريد الصفة مالته مثلا عندي اول شي كلمة attract الاسم attract شراح يصير اتراك تب اذا اتراك اتراك تب لاكجري لاكجيريوس شن يعني اتراك تب جذاب شن يعني لاكجيريوس فخم وداما تلاحظون كلمة لاكجيريوس على البرانس العالمية او تلقوها على الفنادق اللي هي فخامة تجي او تجي فالشي كلش فاخر اذا لاكجري لكجيريوس ووندر واندرفول شطفت انا نان المقطع فل واندر واندرفول بيس بيسفول ايضا انضفت فل اكزاي اكزيتينج اور اكزيتينج تسام يعني قلت اكزيتينج صح قلت اكزيتينج صح ماذا تصحيحة كالور كالورفول ايضا انضفنا فل سبكتاكل سبكتاكولار سبكتاكيولار خبقوا قسم من عدتكم هوا يغلطون بي هيا قسمها وقاطع سبكتاكيولار سبكتاكيولار كلمة سبكتاكول سبكتاكولار ديلاي ديلايتفول إذا نقرأها بصورة سريعة أتراك أتراكتف لكجري لكجرياس واندر واندرفول بيس بيسفول إكزايت إكزايتين أو إكزايتد راح أحط لك هنا أخط واكتب لك إيدي وأيضا كالر كالرفول سبكتاكل سبكتاكيولار سبكتاكيولار وديلاي ديلايتفول ضبنا المقطع فول نجاعة التمرين اللي بعده وأيضا يعتبر مهم جدا ومسقلات اليونت الخامس يقول إذا تردت هذا إذا تردت هذا يمكن أن تردت على قطع هذا الموضوع أما يجيكم على شكل فراغات تعفوا إسقاطات أو توصيل يعني يريد منعتكم هذه الكلمة أوكي باحتمال يجيكم على شكل فراغ أنا نصيحة من عندي حفظ هذه الكلمات اللي بالأحمر حتى أملائها أما تجيش توصيل أو يجيكم فوق إسقاطات الكلمة يخليكم معها بالبوكس أو احتمال فراغ في الطيارة البوردين كارد البوردين كارد اللي هي التذكرة مستفر ماتك التيكت ماذا قل لي وينتر وقل لي هوليدي عطلة إذن أنا راح أقول سكي رزورت سكي رزورت سكي معناها شنو تزلج رزورت من تجار التزلج مكان فخم تقعد بي أنا من أقول كلمة لكجيرياس شي جبالي فايف ستار هوتل فندق خمس نجوم فايف ستار هوتل دائما موضوع الليكجري واللكجيرياس مرتبط بي الفندق خمس نجوم فخليه ببالك مكان تقعد بي وانت تطبخ بي معنى سيلف كاترينج أبارتمنت حط لي عليها صح لأن جدا مهمة place to stay مكان تقعد بي where you cook your own food انت تطبخ طعامك اللي تريده معناها سيلف كاترينج أبارتمنت شقة مؤثثة أو يسموها شقة ذاتية الخدمة كلمة أبارتمنت اللي هي the same flat اللي هي شقة فخليها ببالك إذن هوتل will often give you الهوتل دائما ينطيق this if you are going on a full day execution معناها عطلة تكون دة سوق أو دة طير شنو هذا يعني مو قصدين تطيركي يعني قصدين مثلا بطيارة عندي seat belt seat belt اللي هو حزاب أمان ونراجعها بسرعة was the meaning of boarding car تذكرة ski resort منتجع تزلج was the meaning of five star hotel فندق خمس نجوم was the meaning of self catering apartment شقة مؤثثة أو شقة ذاتية الخدمة شنو معنى peaked lunch طعام معلب وشنو معنى كلمة seat belt اللي هي الحزام الأمان ونرجع إليكم على التمرين الثالث المهم جدا من أسخارات يونت الخامس يقول choose the best collection شنو best collection شنو نختار الاختيار المضبوط بهذه الاختيارات أكو بعض الاختيارات راح تلاحظ كلش مش شابهة بالمعنى لكن لازم نختار الاختيار الصح اللي بالضبط يكون يرهم هي الجملة إذن number one where the plane take off takes off معناها لما تقلع الطيارة you have fasten لأتاك your seat belt شنو seat belt أخذناها حزام أمان حزام أمان زين أجيش أختار آني فاستن معناها يربط فاستن يربط إذن أنا راح أقرأ الجملة ورح أحلها وأنت أمك أيضا أشرح حلويا لأنه جدا مهم هذا تسمرين to cross the river حتى أعبر النهر to cross حتى أعبر the river النهر we had to sail نبحر لوبارد نستأجر فايري عبارة طبعا نستأجر اللي راح أترجمها آني طبعا أنا نربط اللي راح أترجمها آني هاي أنت تستفاد من عدها أخاف يجيب لك لها بغير التمرين مو إلا نفسها بالضبط بس الأمان بالوزارة هذا يجيبين أصلا زين the ferry works so operate throughout the year الفيري تعمل على مدار السنة operate تعمل زين the holy day completely live up completely live up معناها مثل متوقعت completely live up with my wishes the expectations wishes أمنيات expectations توقعات أخذناه هذا المصطلح اللي هو expectation أو الموضوع بيونة تتذكرون تعادنا موضوع اسمال expectation التوقع أو التوقعات إذا أنا حكيت بكم يا التوقعات شوية أحتاج جهد باللغة العربية زين I can honestly or absolutely say that is was the best holiday I ever had ركز وياي I can honestly يعني معناها بصدق لو absolutely حقا say that is was the best holiday I ever had أحسن عطلة بحياتي نانا هاي النقطة السادسة جدا مهمة ومكررة وزارية لأكثر من سنة أوكي يقول we considerably or thoroughly enjoy all entertainment entertainment معناها متعة أو من الاستمتاع راح يكون الاختيار thoroughly معناها كانت جدا ممتعة أو مثل ما أنا توقعت راح تكون جدا مسلية أوكي هذا التمرين الأول اللي تختارون من عند الكلمات اللي بين الأقواس تختارون الاختيار الصح قلت لكم يجي نصا بالوزاري وأيضا أريد الكلمات ترجمتها كلها تحفظ ورح تمال تجيكم على شكل إسقاطات التمرين الأخير اللي هو أيضا من أهم التمرين اللي هو مرادفات القطعة اللي عندي بيونت 5 اللي هي العطلة اللي إن شاء الله راح يتم شرحها أيضا وينرفق بي المحاضرات يونت 5 أول نقطة عندي يقول لي make certain make certain ويريد المرادف أنا دائما المعادفات شريط من عدكم أولا أريد ما عندك تحفظ لأثنين يعني هو مو اللي بالوزارة يقول لك make certain يريد ensure احتمال ensure ويريد تريد يقول make certain فأحفظ ها بالاتجاهين إذن ويايا make certain مرادف ensure معناها يؤكد أو يضمن again make certain ensure forever أكيد سامعي المصطلح forever هو مالت المرادف indefinitely indefinitely forever without great luck forever indefinitely زين a time limit وقت محدد a time limit وقت محدد deadline نفس المعنى سواء deadline أو time limit هو the same وقت محدد about to happen على وشك الحدوث about to happen على وشك الحدوث تقدر تقول around the corner طبعا الترجمة الحرفية around the corner هو نقول corner زاوية around حوله بس كمعنى كامل للجملة هو على وشك الحدوث فإذا قلت لك around the corner راح تقول about to happen زين إذا قلت taken quickly فشي يجي كلش خطف كلش سريع الريت فالتكلمة مرادفة ل taken quickly معناها snatched فشي لمن يخطف بسرعة نقول snatched هو the same taken quickly زين وطبعا دائما يجي وجدا مهم دائما إذا تلاحظون أسألة الوزارية السنوات السابقة 2018 أو 2017 وهو يجاي قال لكم taken quickly ويريجة snatched أو باعك snatched وانت تكتب لها taken quickly health صحة well being أو well being شتنطي أنت health مصطلح health أعتقد الكل يعرفه لكن مصطلح well being اللي هي أيضا صحة جيدة أو يكون للإنسان بصحة مو متداولة فلا يجب تحفظ أيضا بالشكلين the last one very important مهم جدا معناها vital أو vital كلمة vital معناها مهم جدا جدا اللي هي مرادف لكلمة very important فإنت إذا أجاب لك من وزاري very important هذا من حسن حظك لأنه شنو الشي المهم كلش ما أعتقد أحد من يعرف شنو كلمة important فالمرادف راح يكون viral أو vital اللي هو معناه جدا مهم أنا أكون هنا أنا خلصت إسقاطاتي لنورة الخامس وانتظرون إن شاء الله وحلقات جديدة حتى تنكمل أسئلة القطاع باي باي موسيقى